اهلا بكم معنا في كايرو دار من شوية قلتلكوا ان موضوع القراءة من الموضوعات التمانية المقاررة علينا وهو موضوع القدس مدينة عربية اسلامية قلنا طريقة تعاملنا احنا كطلبة مع اي موضوع قراءة لازم تتم على مرحلتين المرحلة الاولانية معرفة مجموعة المعلومات اللي انا المفروض انا كطالب اكتسبها دي مرحلة اولى والمرحلة رقم اتنين هو تدريب نفسي على الاسئلة اللي بتيجي على الدرس اللي انا ذكرته انما مذاكرة بس بدون التدريب على الاسئلة اللي عملية هتبقى نقصة ماشي؟ وانا ما استناش لغية اخر السنة عشان احلي بتحنات لا اول باول الدرس بايه؟ باسئلته فتعالوا نشوف كده مع بعض واحنا شرحنا معاكو درس القدس مدينة عربية اسلامية تعالوا نشوف كده مجموعة من افكار الاسئلة على الدرس دو بيجي يقول لي ما الحقائق التي زيفها اليهود بالنسبة للقدس؟ ايه لهم زيفوا؟ ادعوا انهم هم اللذين انشأوا هذه الايه؟ هذه المدينة ادعوا انهم هم اللذين انشأوا هذه المدينة اوه زيف اليهود الحقائق فالدعم أنهم الذين أنشأوا أنشأوا الهمزة على الألف هم الذين أنشأوا القدس وحاولوا إقناع العالم زورا وبهتانا بأنهم هم الذين شيدوها خلاص فهذا زيف وكذب خلاص فهم رمز الزيف والكذب طيب سؤال آخر بيقول لي كشفت المصادر التاريخية كيف كشفت المصادر التاريخية والأثار القديمة زيف ادعاءات اليهود معنى كلمة ادعاء أصلا يعني كذب المصادر التاريخية والتاريخ الحقيقي وليس التاريخ المزيف الذي يلجأ اليهود إلى تصديره للعالم أن الذي أنشأ هذه المدينة هم العرب الكنعانيون منذ آلاف السنين إذا كان اليهود قالوا أربع تلات تلاف سنة فتم إنشأ هذه المدينة على يد بني كنعان من أربعة آلاف عام وتم احتلال احتلال توافد على هذه المدينة محتلون كثيرون من ضمنهم مثلا الإسكندر المقدوني ومن ضمنهم الفرس ومن ضمنهم الهكسوس ومن ضمنهم ومن ضمنهم وأخيرا كان الاحتلال الروماني والرومان دول هما أوروبا لهذه المدينة التي تم تحريرها في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب وبني هناك عند السخرة المقدسة مسجد قبة السخرة ومسجد عمر بن الخطاب فده الدلالة على عروبة القدس منذ القدم وإسلاميتها أيضا من الأسئلة بيجي يقول لي المصادر التاريخية والأثار القديمة كشفت ادعاءات اليهود أنا عايز أثبت عروبة الخالصة لهذه المدينة فأنا دلوقتي لحظوا أن أنا حجيب معلومة قديمة ومعلومة جديدة المعلومة القديمة القديمة متمثلة في أن العرب الكنعانيين هم الذين بنوا هذه المدينة منذ ألاف السنين أربعة ألاف عام هذا دليل على العروبة والدليل على العروبة أيضا ممكن أجيبه من تاريخ الدولة الأموية تاريخ الدولة الأموية وما فعله عبد الملك ابن موروان ومن بعده ابنه الوليد ابن عبد الملك طيب كمان بيجي يقول لي ماذا تعرف عن العهدة العمرية العهدة العمرية يعني عهد أعطاه عمر ابن الخطاب لأهل إلياء اللي هم أهل بيت المقدس اللي هم أهل القدس أنه أمنهم على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على الخروج من دينهم والدخول في الإسلام فالإسلام قد ربان على أنه من أتى إلى الله وهذا الدين الصحيح مختارا فأهلا وسهلا ومن لم يأتي فأهلا وسهلا خلاص؟ الله يفصل ما بين العباد يوم القيام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي خلاص؟ طيب في نص هذه العهدة أنه لا يسكنها اليهود ماذا؟ لأنهم أهل كذب وغدر أهل كذب وغدر أهل كذب وغدر طيب بيقول لي ما موقف عمر بن الخطاب من الصلاة في الكنيسة أنه صلى خارجها حتى لا يتخذها المسلمون من بعده سنة يتبعونها فيؤدي ذلك إلى إيزاء أهل هذه الديانة فنحن لا نحب الاعتداء وهكذا ربانا الإسلام العظيم على عدم الاعتداء قال الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلنا أصلا الإيمان اختياري كما قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طيب هنا بيجي وقال لي كيف تحقق أمل نور الدين محمود خلاص؟ ومتى قربت النهاية المحتومة للصليبيين إمتى تحقق أمل نور الدين محمود؟ هو أولا لما عمل على توحيد المسلمين استولى على مدينة دمشق عاصمة الشام خلاص؟ وبعد كده أرسل أحد قادته أسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي إلى مصر وتم ضم مصر إلى الدولة النورية بعدما قضى على الخلافة الفاطمية الشيعية التي امتدت في مصر 200 سنة وأكمل هذه الجهود في القضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية الكافرة مدة 200 سنة أكمل هذه المحاولات صلاح الدين الأيوبي طيب بيجي وقال لي كيف كان صلاح الدين ذكيا في الاستيلاء على عكا نحن نلاتي عن ساحل البحر المتوسط فأنا أقول له طبعا الإمارات دي هي من أول عكا حتى بيروت على الساحل المتوسط كانت مراكز إمداد وتموين واستقبال للإمدادات التي تأتي من أوروبا للصليبين في الشام فذكاء صلاح الدين أنه حرر هذه المدينة عكا ومالإمارات حتى بيروت مستعينا بالأسطول المصري فكان الهجوم عليها هجوم بري وهجوم بحري حتى يقطع خطوط الإمداد فيحاصر الصليبين في الشام وقد كان وانتصر انتصارا مبهرا وتم تحرير القدس بعد احتلال دامة 90 سنة بيجي ولي أذكر المساجد التي تشد إليها الرحال يعني إيه؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام وهو في مكة والمسجد النبوي وهو في المدينة المنورة والمسجد الأقصى ويكون في القدس شد الرحال يعني إيه؟ إن أنا أسافر لهم مخصوص عشان أصلي فيهم مخصوص لاحظوا إن إحنا حيث ما حضرتني الصلاة فأنا أصلي في أي مسجد لا أقصد مسجدا مخصوصا في الصلاة صلي في أي إيه؟ في أي مسجد والذي يقصد المساجد تقصد لذاتها هم؟ هما التلاث مساجد دول المسجد الحرام والركعة فيه بمائة ألف ركعة والمسجد النابوي والركعة فيه بألف ركعة والمسجد الأقصى الأسير الآن والصلاة فيه بخمسمائة ركعة هذا السواب العظيم لهذه المساجد الثلاثة سببه لمكانتها الكبيرة في هذا الدين العظيم وهو الإسلام يقول لي أذكر مثالا توضح به سماحة المسلمين مع المسيحيين فأنت ممكن تجيب لي مثال اللي هو العهد العمرية لأنه أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ولا تسكن كنائسهم ولا تهدام ممكن تجيب لي المثال ده وممكن تجيب لي المثال أنه هو الحجاج المسيحيون لم يمنعوا ولكن يسرت لهم رحلاتهم للحج إلى هذه المدينة المقدسة وعاشوا مع المسلمين في سلام دون أن يعتدي أحد على أحد فما هو مبرر اعتداء المسلمين ليس هناك مبرر ونحن أهل قوة لأننا ساعتها كنا أهل قوة فليس هناك مبرر للاعتداء لأننا ممنوعين من الاعتداء بقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين طيب يقول لي ماذا تعرف عن القدس ماذا تعرف عن العرب الكنعانيين ماذا تعرف عن صلاح الدين فلما أنا أقول له القدس أقول له هي مدينة أور سالم وأنا اتفقت معاك ورغم من الكلمة موجودة في الكتاب وهي كلمة أور شليم ولكن لا يصح أن أقول أور سالم وانطقها بطريقة نطق اليهود وهي كلمة أور سالم وهم بينطقوها أور شليم فهنا المفروض أنطقها النطق العربي أور سالم وهي عاصمة فلسطين المحتلة وفيها المسجد الأقصى وفيها مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المدينة بناها الكنعانيون العرب منذ القدم أما الكنعانيون هي قبائل كانت تسكن منطقة فلسطين خلاص التي أطلق عليها اليهود أرض المعاد وهذا من كذب يهود ومن تحريفهم للتورا صلاح الدين الأيوبي هو قائد مسلم عظيم وهو أحد كبار قادة الدولة الأيوبية الذي انتصر على الصليبيين انتصارا مبهرا في حطين وحرر القدس وأصر ملك القدس وإحنا عارفين أن في معارك كبرى غيرت مجرى التاريخ زي معركة بدر وزي معركة لهو التم إلا أنا لو قتل المسلمون في بدر لا انتهى الإسلام تماما وكذلك معركة القادسية بيننا وبين الفرس وكذلك معركة اليارموك بيننا وبين الرومان وكذلك معركة حطين بيننا وبين الصليبيين ومعركة عنجالوت بيننا وبين التاتار دي معارك غيرت وجه التاريخ لو كنا نهزمنا لكان الأمر اختلف تماما طيب بيولي أصبحت مدينة القدس مدينة عربية إسلامية ما الذي ترتب على كون المدينة المقدسة مدينة عربية إسلامية وكيف تم التعامل مع أهل هذه المدينة أنه أصبحت هذه المدينة لها تكوين اجتماعي هذا التكوين الاجتماعي يشمل المسلمين ويشمل المسيحيين ولكن دون أن يسكنها معهم اليهود حسب العهد العمرية وإن كان اليهود قد احتلوها من سنة 48 إلى الآن ولكن زي ما قلنا أصلا أن سورة الإسراء فيها وعد الله الذي سوف يأتي لتحرير هذه المدينة على عباد مخصوصين صنعهم الله على عينه كما قال الله بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا تاني لما يسألني ماذا تضمنت العهد العمرية إحنا كلنا عارفين بس هو في جزء تاني في السؤال بلوضح رأيك فيها معللا طب تضمنت أنه إعطاءهم الأمان خلاص وعدم سكن اليهود مع المسلمين ومع المسيحيين أما أقول لك إيه رأيك في هذه العهد العمرية تقول لي هي نموذج عظيم لكيف يتعايش أهل الديانات المختلفة في سلام إخواننا نتعايش معا على الأرض المشتركة بيننا طب أما الخلاف العقائدي عظيم أو القرآن عندما بينا تعاملنا نحن كمسلمين في المختلفين معنا عقديا في قوله تعالى فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أي سماحة أننا بقوله ينت ينا على هدى ينت ينا على ضلال فالله يفصل بيننا يوم القيامة تعالى كده بعيد عن اختلاف العقائد والتناحر بسببها وتعالى على أرضية المشتركة وهو أن نعيش معا في حياتنا الدنيا ونبحث عن الحقيقة أي طريق يقوم بتوصيلنا إلى الحق ثم يا الله يفصل بيننا يوم القيامة دي مجموعة أفكار الأسئلة على الدرس الرائع جدا وهو درس القدس مدينة عربية إسلامية وكده يبقى احنا شرحنا معاكم من المنهج اللي هو 8 دروس 3 دروس قراءة ويتبقى لنا 5 دروس وعايزين نتواصل بيني وبينكم زي ما قلتلكم احنا هنعمل ان شاء الله امتحان على ما سبق دراسته وهيبقى ان شاء الله في جوايز بإذن الله وحنقول لكم الامتحان ده حيكون شكله ايه وانتو هتجوب بأني طريقة حنقولي الكلام ده بإذن الله ونلقاكم على خير وان شاء الله بإذن الله تحققوا أعلى الدرجات أو الدرجات كاملة ان شاء الله 80 من 80 في مادة اللغة العربية استنادي تمنياتي ليكو ولكل الناس بالتوفيق شكرا وألقاكم على خير